اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وغدا المواجهة مع نادي الزمالك نتمنى يا رب بإذن الله ثلاث نقاط همة جدا لفريق النادي الآلي من أجل الاقتراب من فريق بيراميدز المتصدر بفارق من عدد من المباريات وعدد من النقاط أكيد يعني لأسباب كثيرة سنتحدث عنها خلال الفترة القادمة ولكن الآن الحديث الأهم مباراة القمة غدا أمام نادي الزمالك اللي بالتأكيد ما فيش حاجة تشغلنا إلا التسعين دي أبتاعت بكرة عشان نركز في اللقاء والفوز بيه نقاط هذه المباراة إلهم حالة النهاردة يكون فيها التفاصيل مهمة جدا بالأمس كان معايا الكابتن ناصر عباس وتكلمنا في أمور تحكمية عديدة وكان لنا الصبق في استعراض فكرة إحدى المباريات اللي تم فيها تعيين الكابتن محمد الحنفي قانونية هذه المباراة ما بين بيرامدزو المقولين وبعد الحلقة مباشرة فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام رد على هذه التصريحات ورد على هذه الأنباء وقال إن تم الاختبار البدني للكابتن محمد الحنفي النهاردة عندنا رد رسمي عليه هنستعرض أمور رسمية وهنتكلم على قانونية هذه المباراة لأن المباراة دي يجب أن يتم إعادتها خلال الساعات القادمة كمان عندنا تفاصيل متعلقة باعتماد رخصة الأهل في المسابقات الإفريقية أكيد النهاردة عن أستعرضها من خلال فقرات برنامج ألتريند لكن عشان وقت الحلقة نبدأ بسرعة بسؤال حلقة النهاردة وسؤال النهاردة عايز أسأل حضراتكم توقعاتكم كده لنتيجة مباراة الأهل أمام الزمال الغدن ومن اللعب اللي ممكن تتوقع أنه يتقلق في اللقاء من وجهة نظرك طبعا مباراة القمة دايما بتكون مباراة بتستكشف من خلالها وجوه جديدة لكن ماتش بكرة مين النجم اللي ممكن يتقلق ونتيجة هذه المباراة بإذن الله شاركوا في الإجابة على السؤال من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا وفي الجزء الأخير هستعرض أكبر قدر من توقعاتكم على النتيجة ومين مش أقول ما نقف زمعتش لا نجم المباراة من وجهة نظرك اللي ممكن يعمل أداء فن كبير جدا في هذا اللقاء لكن نروح دلوقتي لأهم العنوان البداية في ترند الأهلي الفرية اختتم تدريباته اليوم استعدادا للزمالك وكمان الأهل يدخل معسقرا مغلقا الليلة وأخيرا خبر سعيد الاتحاد الدولي للكرة الطيرة يعلن مشاركة منتخب مصر في الألعاب الأولمبية في باريس نروح لاستعرض مباريات اليوم والنهاردة في جولة جديدة من مباريات الإسبوع السبع وعشرين للدوري ألمصر في الساعة الرابعة من مساء اليوم انتهى الشوت أو انطلقت مباراة البنك الأهلي مع بلدية المحلة ومنذ قليل انتهى الشوت الأول بتقدم البنك الأهلي بهدف مقابل لشي الساعة سبعة في مباراتين الداخلية مع أزيد وفرقو مع الاتحاد السكندري على رأي صفحة فرقو بتقول دي مباراة دربي ما بين فرقتين في اسكندرية دربي الأسكندرية بين فرقو والاتحاد نروح لبطولة اليورو وبطولة اليورو اللي بتقام في ألمانيا خلال هذه الفترة النهاردة مباراة الجولة الثالثة في مباراة المجموعة الثانية في تمام الساعة العاشرة مساء مباراةين في توقيت واحد جولة الحسم ألبانيا مع أسبانيا وكرواتيا هتلعب مع إيطاليا نطش مهم جدا في المنتخبات الأربع ولكن كرواتيا وإيطاليا ندر المباراة قوية جدا هتحظى بمتابعة كبيرة جدا من كل السادة المشاهدين مزيد من التفاصيل مزيد من الكواليس مزيد من الانفراضات كل ده ولكن بعد الفصل الأهل بيستعد بالتأكيد لمواجهة الزمالك غدا في مباراة همه جدا في مشوار الدوري العام ثلاث نقاط مهمة جدا لفريق النادي الأهل في إطار المنافسة واللحاق بركب الصدارة في الفترة القادمة في ظل عديد من المباراة المؤجلة للنادي الأهلي فيه تلات مباراة مؤجلة للنادي الأهلي في الفترة اللي جاية ولكن بالإضافة إلى مباراة الدور الثاني اللي ما تلعبش منه اللي عدد مباراة قليل جدا لأنه كمان فيه مباراة مؤجلة من الدور الثاني غير الدور الأول فيه برنامج حطوا مرس الكولر بعد مواجهة الدخلية اللي اللعب مع الدخلية والجمعة ومطش التلات مع الزمالك بقرة اكيد كان فيه استعداد وبرنامج معين. كلر عمل ايه؟ اتمرن يوم السبت ادى راحة للفريق بالامس يوم الحد والنهاردة فيه تدريب مسائي اعتقد بعد اقل من ساعة والختام والدخول في معسكر مغلق والمباراة بكرة ان شاء الله كل التركيز وكل التفاصيل جوه الفريق على مطش القمة. كل الامور الجانبية اللي موجودة على الساحة وفي المنظومة وعى السوشيال ميديا محدش بيتكلم فيها اصلا. عندنا مطش بتلات نقاط تسعين دقيقة. هنلعب يبقى كويس. مفيش مباراة كده كده الاهل بيركز في مشواره. سلسة نقاط مهمة جدا. ويفكر بعدها على طول في المباراة التانية اللي هتتلاحب بعدها بتلات ايام. طيب هل برنامج الفريق اتأثر بأي تفاصيل مثارة على السوشيال ميديا او في الساحة الرياضية؟ اطلاقا. حتى برنامج الفريق بقرة في فندوق الاقامة او مش من بكرة ده من النهاردة. بعد المرانة على طول الفريق هيروح القتيلة هيبقى فيه معسكر مغلق لمدة 24 ساعة. معد العشاء الساعة كان. تم تحديده. معد المحاضرة. في محاضرة النهاردة مسائية. تم تحديدها. حتى الهايلايتس الخاص بفريق نادي الزمالك ونقاط الايجابية ونقاط الضعف. كل ده الجهاز الفني مشتغل عليه ويشتغل عليه في التدريبات وحتى في المحاضرات اللي هتبقى النهاردة واللي هتبقى دلوقتي قبل التدريب واللي هتبقى بقرة كمان قبل التحرك لستاد القاهرة. فمفيش حاجة الاهل تأثر بها نتيجة الظروف اللي انتوا اكيد بتسمعوها وبتشوفوها على مدار اكتر من حوالي خمس ست ايام. بقرة برضو برنامج الفريق معروف. في طار الساعة كزا. في غدا متحدد معادو. التحرك لستاد القاهرة هيكون امتى? المباراة وانطلقتها. واكيد هيبقى تاقم تحكيم اسباني لادارة هذا اللقاء كل ده لم يتأثر باي شيء مما تم الالان عنه في الفترة الاخيرة وبالتالي. الامور كلها بشكل عادي جدا. والتفاصيل كلها فيها تركيز كبير جدا. عشان مباراة بكر. طيب. ايه هي بقى التفاصيل? وايه هي الكواليس? ده بقى نروح نسمعوه دلوقتي ونشوفو من خلال زي منا فاروق صلاح المتواجد حاليا في مقر النادي الاهل بالجزيرة عشان نطمئن من خلاله على كل الاجواء حاليا في مقر النادي الاهلي بالجزيرة. مساء الفل يا فاروق برحب بك يا محمد وبرحب بكل مشاهدين يا مشاهدي ومتابعة شاشة تقناة النادي الاهلي في كل مكان يعني يا محمد اعتقب انت من وجه نظري في دقائق بسيطة استعراض التفاصيل والكواليس الخاصة بزي المباراة بالفعل يا محمد خلينا اخد النقطة والاهم في كلامك اللي انت قلتها الاهلي لم يتأثر تماما باي كلام يصار حول مباراة الاهلي والزمالك كل ما يصار خارج ملعب مختار التيتش ده حاجة تانية واللي بيدور داخل ملعب مختار التيتش هو استعداد عادي لأي مباراة في الدوري سواء اللي موجود فريق الزمالك موجود فارقه موجود البلدية موجود الدخلية اي فرق ايا كان الموجود نادي الاهلي في اطار استعداده لكن في امور بتبقى يعني خاصة فنية شوية محمد بمباراة الزمالك يعني بالامس مستر مرسل كولر كان منح اللاعبين راح 24 ساعة طبعا بعد المباراة الاهلي الاخير امام الدخلية خلينا اقول لك محمد استعدادات النادي الاهلي لذي المباراة الزمالك كان بعد مباراة الدخلية ادى الفريق تدريب طبعا كان منه جانب الاستشفاء للعيبة اللي لابت مباراة الدخلية وادى تدريب لمجموعة اللاعبين اللي مشاركتش في مباراة الدخلية خلينا اقول لك واكد لك جاهزية وسامة أبو علي اللي شارك في التدريب الجماعي يعني اول امس بالكامل وخليني أكيد لجهزيته لهذه المباراة من الأمام النادي الزمالك مستر مارسل كولر منح اللعبين راح لمدة 24 ساعة النهاردة طبعا التدريب يكون في تمام الساعة الأسادسة يعني بالأمس مستر مارسل كولر عكف محمد في فترة اللعاحة والأجازة إذا ما احنا بنقول هي بتبقى راحة وأجازة بالنسبة للعبين لكن مستر مارسل كولر تحضيره الفني الجلسات اللي جمعت ما بينه وما بين ياسين المكاري ودكتور خالد الجوادي المترجم للنادي الآلي للوقوف على التفاصيل الخاصة بازيل مباراة نقاط القوة والضعف في نادي الزمالك بعض الكلمات محمد أو بعض الأمور اللي كانت بتقول أن مستر مارسل كولر أو يعني بيقترح أو شايف أنه ممكن في حارة عدم حضور نادي الزمالك أنه تبقى فيه مباراة والديا أعتقد الكلام ده غير صحيح مستر مارسل كولر مجاهز اللعبين زهنه وكل الأمور اللي جوه النادي الآلي أنه فيه مباراة بكرة النادي الزمالك موجود تقد كل الأمور دي تحضيره لزيء المباراة اليوم التدريب النهاردة طبعا يكون التدريب الفريق هينطلق في تمام الساعة السادسة عقب المرانيا محمد الفريق هيدخل طبعا فيه معسكر مغلق في أحد الفنادق القريبة من استادة القيرة علشان يبدأ يومه بقى الاعتيادي غدا بإذن الله سواء فيه وجبة الافطار اللي هكون في تمام الساعة العشرة ثم طبعا فترة التدريبات الخفيفة اللي بيكون في مقر قامة الفريق ثم طبعا وجبة الغداء ومنسمى أيضا المحاضرة الفنية اللي بيكون من خلالها مستر مارسل كولر بيأكد على التشكيل اللي هيلعب به المباراة ودي طبعا محمد بتبقى من النقاط المهمة يعني تدريب محمد التدريب هينطلق في تمام الساعة السادسة قبلية يكون فيه طبعا فيه محاضرة مستر مارسل كولر مع اللعبين بيطلب من اللعيبة في المحاضرة ايه اللي هو طلبه في المباراة من الجانب الفنية والجانب الخططية خلال التدريب ده محمد أو التقسيمة الأخيرة ما بتبقاش عارف مين الحداشر لعب اللي هيبدأوا وده الأمر اللي بنأكد عليه أي حداشر لعب هيبدأوا المباراة بيبقوا عارفين من خلال المحاضرة الفنية اللي بتكون يعني في مقر قامة الفريق قبل التحرك إلى ملعب المباراة مستر مارسل كولر الجاهزية اللي عنده كل اللعبين أعتقد النادي لعلي بالقوة الضربة إن شاء الله جاهز لمواجهة الزمالك غدا بإذن الله وتحقيق الانتصار والاستكمال للمشوار في بطولة الدوري والحفاظ على درع الدوري بإذن الله طبعا يا محمد أنا موجود معاك أي استفسار أي تساوة ممتاز جدا يا فارو وانت بصراحة يعني جاوبت على كافة الأسئلة والاستفسارات اللي ممكن نوجهها لك ولكن أنا معتد منك دايماً بيبقى عندك معلومات أو أخبار خاصة بنسمحها من خلالك هل عندك جديد؟ تتكلمت على وسام أبو علي واتكلمت على فكرة من أهل بكرة عنده مباراة فكرة أن يلعب تراي ماتش كل التفاصيل دي أكيد أنت خلاص حسمتها ناتجة أنه كان في كلام كتير على السوشيال ميديا هل في جديد في موضوع بيرستاو هل في جديد في مسألة أنه فيه لعبة ممكن كولر يريحها من الماتش دا زي ما عام الماتش الداخلية ولا القايمة كلها ممكن تكون في معسكر مساء اليوم قبل مباراة بكرة يعني بالنسبة لبيرستاوة محمد خليني طبعا ده هيتحدد النهاردة من التدريب الأخير النهاردة اللي بناديل قالي هل ياخد جزء من التدريب الجماعي لكن يعني أي في كل في كل الأحوال سواء خد جزء من التدريب الجماعي أعتقد فرص يعني الحاقب المباراة غدا هتبقى من الأمور اللي صعبة شوية بالنسبة لمستر مارسل كولر مستر مارسل كولر طبعا بيفضل أن اللعيب يكون خد 3 أو 4 تدريبات في التدريب الجماعي قبل طبعا يدخوله في اللقائمة طبعا أكيد محمد تعرف سياسة الروتيشن اللي بعملها مستر مارسل كولر طاقت طبعا يعني فيه لعيبة رايحة المباراة الماضية أبرزهم كابتن وقائد الفريق محمد الشناوي لخليني برضو محمد على نفس الصياق أقولك أنه عقد جلسة مع اللعبين ودي يعني طبعا من الجلسات المهمة جدا اللي محمد الشناوي دائما بيعقدها مع اللعبين سواء عقد الجلسة دي مع اللعبين في مباراة قبل مباراة الزهاب أمام الترجي في تونس عقد أكثر من جلسة مع اللعبين وأيضا في مباراة القياب عقد أكثر من جلسة مع اللعبين كلم كابتن محمد الشناوي أيضا مع اللعبين ودور كابتن فريق النادي الآلي مش عايزين نفرق دماغنا خالص لأي كلام أو أن دماغنا تتطرق لأي حديث عن المباراة تتلعب ولو مش تتلعب احنا عندنا مباراة الساعة 7 في ستادل القيرة مهم جدا عارفين أهمية المباراة بالنسبة لنا كلعبين وأهميتها بالنسبة الجمهور للنادي الآلي كلم أيضا أو اللعبين يتكلموا على مباراة الدور الأول وعزيمة النادي الآلي وشوفنا طبعا تأثيرها على الجمهور طاقب مش أقول يا محمد هي مباراة لجلعبها من العبت النادي الآلي مستنية أو جمهور النادي الآلي مستنية لكن هي مباراة بسلاس نقاط خليني طبعا أقول لك على نفس الصياق زي ما قلت لك أن برسيتها أعتقد فرص لحاقه المباراة تبقى من الأمور الصعبة لكن وسمع أبو علي بأكد لجازيتها تقدت قيمة الفريل زي المباراة تشهد عودة بعض اللعبين اللي جابوا عن المباراة الأخيرة للنادي الآلي تقد يا محمد النهاردة مستر مرسل كولر عشان يحدد القيمة أو يختار 11 لعب تقد من الأمور الصعبة جدا لجازية كافة لعب للنادي الآلي اللي أعتقد أي 11 لعب هيكون موجود في هذه المباراة إن شاء الله يكون قادر على تحقيق الانتصار ويتحقيق ثلاث نقاط للنادي الآلي في هذه المباراة آخر سؤال يا فاروق عمر كمال عبد الواحد ممكن يكون متواجد في القيمة ولا برضا يبقى في صعوبة نتيجة الإصابة العضلية اللي لحقت به في المباراة الأخيرة يعني أعتقد برضو محمد ده بقى يعني تقدر تقول يعني من اللي احنا شايفينه نوع التدريب الأخير طبعا ما شاركش فيه وبالتالي النهاردة ممكن ما ياخدش جزء في التدريب الجماعة أعتقد برضو فرص عمر كمال عبد الواحد هتبقى صعبة جدا فيه لحاق بهذه المباراة زي ما أكدتلك على أمر مهم جدا المستر بارسل كولر علشان يدل لعيب أو يدخل لعيب القيمة لازم يكون أدى تدريبين أو تلت تدريبات كاملة فيه لتدريبات الجمعية فدي تقدر تقول من الأمور صعبة جدا ممكن يكون فرص لحاق عمر كمال عبد الواحد بهذه المباراة لكن في نفس الوقت أنت عندك لعيب كتير جدا سواء كريم فؤاد عندك محمد آني عندك أكرم توفيق عندك أحمد نبيل الكوكا عندك كافة لعيب للنادل آلي سواء اللي يلعبه على مركز الزهير الآيمن أو مركز الزهير الآيسر أيضا الوفرة اللي عند النادل آلي في خط وسط للنادل آلي وخط وجوم للنادل آلي عودة وسامة أبو عالي تده قوة للنادل آلي لكن زي ما أبأكد لك محمد أن مستر مارسل كولر دايما اللعيب اللي بيبقى يعني راجع من إصابة أو اللي بيبقى في فترة التأهيل علشان ينزل أو يخش قيمة المباراة يكون واخد ثلاث تدريبات جمعية شارك فيهم بشكل كامل طبعا دي كلها بتبقى طبعا بالتنسيم مع رئيس الجهاز الطب الدكتور أحمد دجاب الله اللي بيجاهزه اللعيب من الناحية للطبية ويتبقى الأمر للعقية الفنية المستر مارسل كولر في الدفع به في المباراة من عدمها ولكن زي ما أبأكد لك محمد يعني أقل حاجة أن اللعب يكون شارك في ثلاث تدريبات من خلال التدريبات الجمعية مع فريق النادي الأهلي أكيد زي مننا فاروق صلاح موفد قناة الأهلي من مقر النادي الأهلي في الجزيرة شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات والإضاحات الهمة جدا حول استعداد نادي القر لمباراة القمة أمام الزمال جدا في الدوري العام طيب ده جانب متعلق بالفريق وبالتدريبات ومش هنخش في تفاصيل فنية أكتر من كده لن لسه عندنا موضوعات مهمة جدا أول موضوع معايا والناس دايما بتشغل بالها بتفاصيل أنا مش عارف إيه الهدف منها كلام انتشر كتير في السوشيال ميديا هو الأهلي يدفع سبعين ألف دولار عشان المباراة ليه هو الأهلي يطلب حكام أجانب وكأن الناس نسيت أن من سنتين ثلاثة كان فيه فريق طلب ما لا يقل عن خمستاشر عشرين مباراة بتاقم تحكيم أجنبي دفع فيهم رقم يعني بتتكلم في أرقام خيالية وفي الآخر وقتها حتى خسرت دولي فالأهلي من قبل أجازة العيد على فكرة محدد هدفه في الفترة اللي جاية لأنه كان قبل كده أعلن وقال أن المنظومة التحكمية فيها مشاكل وأن الأهلي كان بيأمل أن المنظومة التحكمية تكون فيها تطور وكان بيطالب موجود خبير أجنبي عشان يكون فيه تطوير وطبعا فكرة أن التطوير ما حصلش عشان جيه خبير أجنبي ده مش صح احنا ممكن يحصل تطوير بس نجيب خبير أجنبي بجد يطور لكن الناس كانت بتاخد بس العنوان يقولك خبير أجنبي ما يشهد أي حد هي مش قصة برتغالي ولا يوناني ولا ألماني ولا إيطالي هي الفكرة أنت ممكن تجيب خبير أجنبي يطور حتى لو من الهند بس يبقى خبير بجد فالناس خدت الطلب بتاع الأهلي وجابت خبير أجنبي مع الجنسية الأجنبية أي أن كان بقى هو إمكانياته إيه قدراته إيه ما كانش فرقة مع أحد بس إيه نرايح دماغنا هات حد أجنبي وخلاص لكن طبعا على عرض الواقع مش ده التطوير اللي نادي الأهلي كان بيطالب به وإحنا شايفين دلوقت هي كل الأندياب تشتكي مش الأهلي بس فالأهلي لما طلب حكام أجانب طلب ونفذ طلبه وقال كلمته ونفذ كلمته والأهلي لما بيقول كلمته لازم ينفذها فالأهلي طلب أو حكام أجانب ونفذ كلامه وبعت بس بعت إيه بعت لمطش الزمالك بكرة بعت لمطش بيراميدز اللي جاي لأن كمان أنت عندك لايحة مرتبطة بموعد وبتاريخ فلازم تبعت قبلها بفترة فأنت بتتكلم في مطش الزمالك بكرة مطش بيراميدز اللي جاي سواء المؤجل من الدور الأول أو حتى المطش اللي هيتلاعب في الدور الثاني لأن المطشات هيتلاعب كلها في فترة زمنية قليلة بالإضافة لكده ممكن كمان مطش المصري اللي هيتلاعب في لقاء مؤجل من الإسبوع الثمانتاشر في الدوري على استعد برج العرب فالناس لما يتلك هو الأهلي بقيت سبعين ألف دولار لا هو من السبعين هو ممكن كمان يكونوا تمانين عشان مطشين تلاتة بس الناس مش عارفها الأرقام فالناس يقول لك هو المطش ممكن ما يتلاعبش في هاي الرقم ده كله سيبوكوا من قصة المطش مش قصتنا يتلاعب ولا ما يتلاعبش لكن الأهلي لما يطلب حاجة بينفذ اللي هو عايزه فطلب حكام أجانب وبعد طبقا للليحة في التوقيت المناسب ودفع القيمة المالية لمباراة واثنين والثالثة كمان فكرة بقى أصلي مطش ما يتلاعبش أصلي مطشين التانيين في النهاية الأهلي عايز تبقى لللوايح العدالة عايز حكام أجانب بيحدد مباراة وإيه والاتحاد على فكرة استجاب بغض النظر عن فكرة بقى بريرا عايز إيه مش عايز إيه لأن بريرا النهاردة دلوقتي فيه كلام كتير جدا هرد عليه فيه اللي جاي فده قصة الحكام الأجانب القصة التانية النهاردة ربطة الأندية المصرية المحترفة وقعت غرامة على النادي الآلي قيمتها عشرين ألف جنيه وذلك لتأخر نزول الفريق لمدة عشر دقيق في بداية المباراة الأخيرة مع الدخلية مما أدى إلى تأخر بدء المباراة طبعا للأسف القارات اللي بتاخدها ربطة الأندية والمسابقات بناء على تقارير الحكام وتقارير المراقبين هل حد سأل نفسه حكم هذا اللقاء حكم هذه المباراة جي إمتى هل حد سأل نفسه هو المطش تأخر عشر دقيق بسبب إيه؟ بسبب أنه كان فيه ألوان متدخلة ما بين الأهل والدخلية طب هو الطبيعي اللي يحصل من الحكم والمرائب إيه؟ أن الحكم بيجي قبل المطش بساعة ونصف ساعتين وأول ما الفريتين بيجوا في معادهم المحدد والأهل وصل في معاد المحدد بيدخل الإداري معه الزي الأساسي والزي الإحتياطي وبيتم التنسيق بين كل هذه الأطراف داخل غرفة الحكام طبعا الحكم جاي متأخر الحكم اللي قدر هذا اللقاء الكابتن إبراهيم جاي متأخر فبالتالي الفريتين جم ملقوش الحكم فبالتالي فكرة مراجعة الملابس وزي كل فريق من تي شيرت من شورت من حتى الشرابات من كل شيء ما ترجعتش في التوقيت المناسب فبالتالي على ما الحكم بدأ يشوفه يلاجع أنه متأخر وعنده حيات كثيرة وعنده إحماء وي 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 فخد باله هو في الكرودور والفريتين نازلين أهلي ما كانش هو صاحب الملعب فالتأخير عندك فالأهلي اللي ما دخل غير فحصل تأخير في المباراة مين بقى المسؤول عن ده مين بقى اللي يكتب تقريب بالتفاصيل دي بجد المفروض المرائب لا فالمرائب والحكم قال لك الأهلي يشيلها فالأهلي يشيل إيه عشرين ألف جنيه غرامة ليه عشان نزل وكان فيه تأخير في المباراة مين المسؤول عن التأخير هل أنت كحكم جد في معادك هل أنت كحكم وكمرائب في قط اللبس عملت الإجراءات دي ما أنت لو عملت الإجراءات دي استحال الأهلي ينزل متأخر لكن توعي على الأهلي نازل متأخر ده الأهلي في أفريقيا ما بنزلش متأخر عايجي في الدور ينزل متأخر يعني الناس في النادي الأهلي محترفة وعارفة إجراءاتها أنا شايف خبر زي دي على فكرة مش حلو مش حلو أن يتقال في حالة الأهلي بالشكل إلا أهلي نازل متأخر على المعادل المباراة عشر دقائق الأهلي نازل تبيره نازل محترف اللي أخطأ يتحاسب المراب لو شايف أن الحكم جي متأخر يقول ده في تقريره أنت في قط لبس الحكام شايف أن الإجراءات دي ما تمتش في توقيتها قول مين المسؤول لكن ما تقولش الأهلي نزل متأخر والمطش باده متأخر عشر دقائق ويتشايل الأهلي عشرين ألف جنيه ليه؟ ده على أساس إيه؟ فدي نقطة النقطة التانية وليه علاقة بقى عباس المحاضر الدولي والخبير التحكيمي واتكلمنا على فكرة تعيين بيريرا لمحمد الحنفي في مباراة بيرامدز والمقاولين العرب والكلام ده كان قبل معادل المباراة بحوالي ساعتين يعني ما كناش نعرف مين هيكسب ومين هيخسر كنا بنتكلم في قانونية هذه المباراة لأن الإجراءات اللي تمت في تعيين محمد الحنفي كانت إجراءات باطلة وبريرا طلع بعد الحلقة رد في إحدى المواقع وقال لا أصلا أنا عملت اختبار بدني اس دابل اس وأنا عشرح لكم إيه الكلام اللي تقال ده دلوقتي وبالتالي ده كان كافي إن يكون الحنفي مرشح ويكون تعيينه قانوني واجتاز اختبار اللي يقع البدنية طبعا الكلام بتقال ده كله كلام غير صحيح أولا أنا ما عنديش مشكلة مع الكابتن محمد الحنفي بالعكس أنا كنت حزين جدا إن الرجل ده سنة كاملة ما بيحكمش محمد الحنفي ما بيحكمش مطشط في الدوري بقالها سنة بقاله سنة قاعد في البيت ما بيحكمش وبريرا نفسه عمل اختبار بدني لكابتن محمد الحنفي بداية المسلم ولم يوفق والاختبار التاني حصلت فيه مشكلة بشهادة محمد الحنفي نفسه وكتب ده على صفحته وبريرا رفض إن الحنفي يستكمل الاختبار ولم يوفق في هذا الاختبار فبالتالي عمل اختبارين طبقا لللايحة اللي عملها بريرا ما ينفعش يكون فيه اختبار تالت طبقا للليحة اللي عملها بريرا ما يفعش يكون فيه اختبار تالي ده لو تعمل اختبار اللي أقل بدنية أصلا اللي هو اسم بتاعه طبقا لما هو بيقوله الاتحاد الدولي الوارنر تيست اللي هو كان اسمه زمان كوبر اختبار كوبر تيست الاختبار اللي أقل بدنية فبالتالي طبقا للليحة اللي عملها بريرا المفروض محمد الحنفي ما يخشش أصلا أي اختبار تالي ولكن أنا تقعد عن فكرة الاختبار التالي يا سيدي واحد من حكام الدوليين اللي انت قريب منه قوي وبتدي له ماتشاط والنهاردة بيحكموا على طول معاك في الماتشاط جابوا كده من ايده ودخل لبريرة والموضوع يتلم في قاعدة ودية وبريرة قال له خلاص انا هدي له ماتشاط واللجنة ما تعرفش على فكرة يعني انباره حتى الكابت الناصر عباس قال لك لجنة الحكام اخر من يعلم او اخر من تعلم عن تعيينة الحنفي في مباراة بيرامدز والمقولين فانا بقول لحضراتكم انا ما عنديش مشكلة مع الكابت الحنفي الراجل ده تظلم سنة كم لك اللي لازم يحكم من بدري ولكن انا بكلم بقى في قانونية هذه المباراة وبنتكلم قبل الماتش ما يتلعب ما نعرفش من اياخد التلات نقاط فانا بأكد لحضراتكم سواء بقى المقولين اشتكى ما اشتكاش الناس اكتت ادارة المسابقات عملت نفسها مش واخدة بالها عندها مشكلة تانية فسكتة اتحد القرى مش عارف ايه اللي بيحصل والله العظيم يا جماعة ماتش بيرامدز والمقولين ماتش غير قانوني والمباراة دي يجب ان يتم اعادتها والمباراة دي ما ينفقاش يتم احتساب سلاس نقاط ليرامدز المباراة دي والله العظيم غير قانونية انا بحلب بوالله العظيم ليه؟ لان عشان حكم يكتاز او يبقى عنده المعايير اللي يقدر من خلالها يدير مباراة لازم بيبقى لها شروط محددة والشروط دي مش انا اللي واضحها ولا الاتحاد المصري ولا حتى لايحة بريرة هو بينفذ اللي بيتقلم للاتحاد الدولي مش الاتحاد الاوروبي عشان موضوع الاتحاد الاوروبي ده انا هشرحه دلوقتي لبريرة وفاكل نفسه في البرتغال فبيطبق لايحة الاتحاد الاوروبي يا فندم انت هنا في مصر في حاجة اسمها لايحة الاتحاد الدولي اللي انت لازم تعمل وارنر تيست لأي حكم ومحمد الحنفي حكم دولي في 2017 وعارف الفرق بين الورنر تيست والس دابل اس يعني فيه فيه يعني انا هشرح ده دلوقتي لما اصارد معاك صورة معينة ولكن المطش ده غير قانوني يجب ان يتم اعادته فورا لان نتيجة هذه المباراة ممكن تؤثر في نتيجة بطل دوري هذا المسيب المولين بقى اشتكى ما اشتكاش ده امر يخصه المولين عارف التفاصيل ده مش عارفة قدنا قمنا بدورنا وقلنا لهم وكنا هنقول نفس الدور ده اللي احنا نبرح قلناه لبرامتز حتى لو كان المولين كذب لحنا نبرح فتحنا القضية دي قبل ما نعرف من الكذبان ومن الخسران ولكن الفيفا عشان يسمح ان اي حكم يحكم في حاجتين لازم يكتاز الكشف الطبي ولازم يكتاز اختبار اليقى البدنية اللي هو الورنر تيست اختبار اليقى البدنية تبقى للايحة الاتحاد المصر لجنة التحكيم اللي عملها بريرا لازم يعمل اختبار ده او لازم يعني الاختبار ده يبقى مرة او اتنين ما يبقاش تالت مرة وهو عملت قبل كده مرتين فالتالتة مش موجودة معسكر السويس اللي اتعامل فيه اللي بيريرا مبارح بعد الحالة طالع يرد علينا يقولك اصلا انا عملت اختبار اس دابل اس ليه محمد الحنف طب ما عملتش ده للصباحي ليه مع الصباحي كان معافل معسكر ده لو عملت يعني بس انت ما عملتش وبعدين الاس دابل اس والورنر تيست ايه الورنر تيست ده اختبار اليقى بدنية بيبقى عبارة عن ايه لو انا استعرض الصورة اللي معانا الصورة ده اللي مش جيبة من عندي ادخل على موقع الفيفا هتلاقي الحاجات ده موجودة في السيكشن بتاع التحكيم اختبار الورنر تيست هي اللي الصورة قدامكم على الشاشة حاكم بيجري التراك ده عشر لفات وقدامكم على شاشة انتوا شايفين الستارت فين والفينش فين وما بين الستارت والفينش في جارية معينة او في مرحلة معينة بيقف وبيعمل استارت وفينش عند مرحلة تانية وستارت وفينش عند مرحلة تالتة وهكذا عشر لفات وده اللي عمله بيريرا السنادي في بداية الموسم وفي شهر فبراير أثناء منافسات كاس الأوم اللي ساعتها الحنف اللي بيوفق فيها لما تعمل الاختبار في مقر نادي النصر في مصر الجديدة اللي تعمل في السويس بقى كان ايه دي الصورة الرسمية اللي بأكد عليها اللي ما تعملتش وبتحدى لجنة الحكام تطلع تدينا مستندات رسمية سواء وراء او صوت وصورة تثبت ان هي عملت الورنر تيست ده لان الورنر ده عشان يتعمل لازم يكون فيه سيارة اسعاف لازم يتصور لازم يتسجل هل كل ده حصل اتحدى اللجنة لو الكلام ده حصل تعليونه على صفحة اتحاد الكور اطلعوا رده في اماكن تانية انا ما عنديش مشكلة ما تردوش هنا لكن انا بأكد ان الاختبار ده عشان ما تعملش لمحمد الحنفي الحنفي ادارة المطش بيرامدز والمولين يعني ادارة غير قانونية والمطش القانونة لازم يتعاد وفوز بيرامدز فوز باطل على المولين العرب طب ايه بقى الاختبار اللي تكلم عليه بيريرا الاس دابل اس ده مش اختبار يا مستر بيريرا مش معنى اللي انت هتتكلم فاحنا نقوله حاضر وامين لا القصة مش كده الاس دابل اس ده يا فندم ده عبارة عن قياسات بدنية انت النهار ده عندك معسكر الحكام عندها تدريب قبل المحاضرة النظرية بتعمل قياسات بدنية اللي اسمها الاس دابل اس بتشوف القدرات البدنية مدى الجهزية الكلام ده كله ده يا فندم مش معيار ان الحكم يحكم مبارا في الدوري ده مش معيار ان الحكم يحكم مبارا في الدوري فكرة بقى ان الحكم يجيه من ايده ويصالحكه على بعض احنا مش بنالعب في دورة رمضانية الدوري ده مصروف عليه ملايين ومليارات ماتش مهم زي اللي بتلعب مبارح لازم يديره حكم مؤهل حكم مؤهل الحنف على فكرة من الحكام الكبار جدا وحكم خبرة كبيرة جدا حكم لغوا بار عليه ولكن المعايير اللي تم اختيار بها محمد الحنفي تفسد مسابقة الدوري وده أمر احنا مش هنقبله احنا هنا مش هنقبله لو اللجنة عندها رد صوت وصورة بتصوير الاختبار ده لو اتعامل لمحمد الحنفي لو عندها مستندات تعرضها غير كده أنا بأكد تاني المطش ده غير قانوني ويجب أن يتم قاعدته فكرة بقى أنا هقول تصرحات أنا مش هقبل أي تصرحات بتتقال ومبررات بدون وقاع ومستندات رسمية للإمبارحة كابتا ناصر عباس أكد أن اللجنة آخر من يعلم لجنة الحكام بالكامل ما كنتش تعرف حاجة وتفاجد بتعينة محمد الحنفي عموما لسه عندي تفاصيل تانية ولكن أخرج إلى فاصل ثم نواصل أحد الحكام الدوليين السابقين على فكرة لسه بعيدة لرسالة دلوقتي بيقول لي كلامك صح مليون في المية وتأكيدا لكلامك إحنا لما كنا بنلعب في أي بطولة دولية أو حتى اللي بلعبوا دولوقتي بطولات دولية لا يجوز لأي حكم يتم ترشيحه لإدارة أي مباراة أو لأي بطولة سواء قرية أو دولية إلا لما يكتاز اختبار الورنر تست من خلال الصورة اللي احنا عرضناها للملعب اللي كان معانا من شوية عشان كده أنا مستنى رد على الكلام اللي تقال لأنني أقول لحضراتكم ماتش بيرامدزو الماولين ماتش غير قانوني ويجب أن يتم إعادته خلال الأيام القادمة أو الساعات اللي جاية نروح تاني لملف مهم جدا لأن خبر أعتقد هيسعد كل جماهيري النادي الأهلي في كل مكان النهاردة كنت بعمل كده اتصالات مع المسؤولين في اتحاد الكورة ومع المسؤولين في الاتحاد الإفريق لأنه بالأمس كان خرج تصريح من الأستاذ أحمد دياب رئيس ربطة الأندية بيتكلم فيه أن أي حد هيقدم طلب للترخيص لازم ما يكونش عليه أحكام نهائية ومفيش منع قيد عشان يقدر يشارك فيه المسم اللي جاي المسم الإفريقي وكمان المسم المحلي على فكرة يعني المسم الإفريقي ليه معايير والمسم المحلي ليه معايير ولكن إفريقيا ما ينفعش تشارك طالما أنت عندك أحكام لقضايا عليك مستحقات وده أحكام نهائية وفيه قرار بمنع القيد طبعا الخبر بالنسبة لي كان خبر مهم جدا لازم أسأل وعرف مدى صحيته يمكن الملفات عندي من حوالي شهر وشهرين ولكن عايز أعرف بقى إيه القرار اللي هيتاخد في الساعة دي لنهاردة 24 ستة آخر معاد مش للتقديم آخر معاد لغلق هذا الملف وتحديد أسماء الأندية اللي هتاخدوا الرخصة والأندية اللي مش هتاخدوا الرخصة لازم يكون قبل يوم 36 ساعة 12 بالليل يعني هتكلم بالضبط 6 أيام ويتحدد موقف عدة أندية طيب وأنا بسأل طلعت بخبر حلو جدا وبقول لحضراتكم هنا من خلال شاشة قناة الأهلي إن الاتحاد المصري لكرة القدم وده من كلام من مصادر رسمية في الاتحاد الكورة وفي الاتحاد الأفريقي يأكد نفس الكلام النهاردة تم اعتماد رخصة النادي الأهلي للمشاركة في المسابقات القرية الموسم المقبل 20-24-25 طيب هل في أندية تانية تم اعتمادها زي الأهلي قالوا لا لسه النادي الأهلي هو النادي الوحيد الذي تم اعتماد رخصته في أقل من 48 ساعة لاستوفاء كافة المعايير وكافة الشروط اللي طلبها الاتحاد الأفريقي من أول المعيار المالي المعيار القانوني لكل التفاصيل إن أنا أكلمكم فيها دا معيار مال ومعيار قانوني والموظفين والإداريين كل الحاجات دي الأهلي ما عندهش مشكلة حتى الكورة النسائية ملف الكورة النسائية تم إعداده بشكل جيد جدا لذلك الأهلي رسميا النادي المصري الوحيد حتى الآن اللي تم اعتماده رسميا وخد رخصة الأندية المحترفة للمشاركة في المسابقات القرية طيب أنت قلتولي في ساعات قليلة خد الأهلي الرخصة وتم اعتمادها ليه؟ هو آخر معاك كان إمتى؟ عشان بقى هتسمعوا دولاتي الجديد إن برح أحمد دياب قال تفاصيل ما كانش فيها حاجات صح آخر معاك إن الأندية تسجل على السيستم كان يوم 22.6 يوم 22.6 مش لغاية 36 لا 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 خصة بتتشرح غلط خالص آخر معاك بتسجيل أسماء الأندية وتسجيل ملف الترخيص كان يوم 22.6 الأهلي استلموا الرخصة في أقل من 48 ساعة النهاردة 24.6 وآخر معاك للتقديم الأهلي كان يوم 22.6 النهاردة 24.48 ساعة الأهلي خد كنفيرم وخلاص تم اعتماده طب ملفات بقى الأندية بقى الأندية لسه بيتم مراجعة بياناتها وأوراقها هل ملف الزمالك حسب ما تقال برضو فيه مشكلة؟ أنا أتقال لي جملة مهمة جدا مش معنى أن في نادي ممنوع من القيد أنه ما يشاركش في المسابقات الإفريقية مش معنى أن في نادي ممنوع من القيد أنه ما يشاركش في المسابقات الإفريقية ولكن لو منع القيد والمديونيات والمستحقات بأحكام نهاية صدرت قبل 31 مارس ما ينفعش تشارك وتاخد الرخصة إلا لما تعمل تسوية وتسدد أو تعمل تسوية وتجدول تاني أي نادي ممنوع من القيد وعليمة ديونيات قبل 31 مارس بأحكام نهائية هنا ما ينفعش ياخد الرخصة ويشارك إلا لما يسوي ويسدد أو يعمل جدولة ويقدم ده في أوراق رسمية للاتحاد المصر حسب ما سألت أن في أوراق تقدمت من الزمالك حاليا بتتناقش في لجنة الترخيص ولكن الأوراق المتقدمة بتواريخ بعد 31 مارس مجرد ما اتحاد القرية يتأكد أن التواريخ دي مصبوطة وأن الأحكام دي بعد 31 مارس سيتم اعتماد مشاركة الزمالك ويحصل على رخصة الأندية المحترفة ولكن لو تأكدوا أن التواريخ دي قبل 31 مارس لازم الزمالك يسوي ويخلص قبل 36 أنا بقول لكم دلوقتي إلا بيحصل في دولاب العمل داخل اتحاد القرى والاتحاد الأفريقي راقيب على السيستم لأنه نخدوا بالكم الكلام ده كله مش أوراق ده واحد واخدها في ملف ورايح بها اللي اتحاده بيقدمها ده الكلام ده سيستم إلكتروني سيستم إلكتروني أن السنة دي الناس كلها بتشتغل عليه فكل الحاجات دي موجودة في بيانات رسمية للتحاد الولايات بيراجح ممكن النهار ده بالليل ممكن بقرة يتأكد أن الدنيا تمام الأحكام دي بعد 31 ثلاثة فبالتالي يدي الرخصة وخلاص ما فيش أي مشكلة لكن منع القد كده في المطلق أنه يمنع لا الكلام ده مش حي الكلام ده مش حي طيب النهار ده كام 24 ستة آخر معد إمتى 36 طيب جيت 36 وفي نادي عنده مشكلة وما تمش اعتماده هل مصر ممكن تفقد مقعد في المسابقات الإفريقية لا ليه بقى لأن الاتحاد الإفريقي بعت حاجة جميلة جدا في خطاب يوم 2-5 قال للاتحادات اللي لسه ما خلاصتش دورياتها وما حددتش الأندية لها تشارك في المسابقات الإفريقية ابعتلي تبقى لجدارة رياضية ابعتلي تبقى لآخر أندية شاركت عندك حتى لو 7-8 أندية ملفاتهم عشان تتراجع بحيث لو نادي مش مطابق للمواصفات والمعايير يتشال ويخش النادي اللي بعديه عشان كده السنادي انت تلاقي دلوقتي الأهل مقدم والحمد لله خدكم في بيرامدز في المصري في الزمالك في فيوتشر في امبي في كذا نادي على فكرة فأي نادي من الاندية خلاص الأهل يتم اعتماده بيرامدز مثلا الزمالك المصر أي نادي عنده مشكلة هيتشال ويتخذ النادي اللي بعديه تبقى من بالل نتائج الدور الأول تبقى لنتائج الدور لما يخلص ده اللي هنعرفه بعد يوم تلاتين ستة ولكن دي قصة ودي الحكاية وما فيش مهل الحد انه يسدد ما فيش مهل الحد انه يسدد الا لو عليه حكم قبل واحد تلاتين تلاتة عندك حكم فاربعة مش هتسدد بس تعال بقى أنا حزبك السنة الجاية دي الخلاصة في قصة الرخص وبطمن حضراتكم مبروك النادي الأهل يتم اعتماده على فكرة ده للسنة الخامسة او الستة عالتوال يعني دايما النادي الأهل معتمد ورخصته الحمد لله معتمدة من الفيفا ومن الكاف بدليل أهل بيشارك حتى في كل المسابقات القرية والدولية اللي بيتم دعوته دي النهاردة ابرز القضايا الرياضية والمثارة على السوشيال ميديا وكمان طمناكم على اخر اخبار الفريق قبل مواجهة الزمالك غدا تعالوا بقى على الجانب الاخر نبدأ نشوف اللي اتكتب في السوشيال ميديا على المواقع ومنصات صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية بخصوص اخبار الاهلي الاستعداد لمباراة الزمالك كل التفاصيل دي نعرفها دلوقتي من خلال اخر اخبار الترند اهلا بحضركم من جديد والجزء الاخير من برنامج الترند والان هنستعرض فيه اللي اتكتب في السوشيال ميديا في الساعات الاخيرة البداية من ملعب القاهرة اربعة وعشرين مصدر للقاهرة اربعة وعشرين الاهلي سدد اربعين الف دولار قيمة استخدام طاقم تحكيم اجنبي لمباراة القمة وليس سبعين الف دولار ولان يستردها حال انسحاب الزمالك وده اللي كنت بقوله لحضراتكم من شوية فكرة الاهلي دفع سبعين الف عشان ماتش الزمالك كلام ده مش حقيق ممكن يكون الاهلي دفع تمانين تسعين اكتر عشان المطشاط اللي جاء كلها ولكن مش ماتش الزمالك وده رقم او تأكيد من مصدر للقاهرة اربعة وعشرين طب حساب اليوم السابع بتكلمه على ان كولر بيعيد القوة الضربة للاهلي امام الزمالك في قمة الدوري بمعنى عندك غيابات كانت موجودة في المطشاط اللي فاتت يعني الشناوي ومنع ومروانة عطية ما كانوش موجودين في مطش الداخلية كولر هيستعيد هؤلاء اللاعبين او هيسجل هؤلاء اللاعبين في قيمة الفريق لمطش بكر كمان احمد عبدالقادر ممكن يتواجد بشكل اساسي عمر السلية ممكن يقرب بشكل اساسي عمر كمال مش موجود فهاني ممكن يبدأ في المركز الظاهير الايمن في عندك امكانية تلعب يعني عمر مش موجود ممكن تلعب بكوكا باكليفت ولا لأ عندك كريم فؤاد ممكن يلعب نص مال عندك خيارات عديدة بوجود كذا لعب في اكتر من مركز ولكن التأكيد ان القوة الضربة للفريق هتكون موجودة في مباراة بكرة بإذن الله طيب نروا لحساب ربطة الاندية وبيتكلموا على ان تاريخ كبير للدرب الاعرق اليكم احصائيات درب القاهرة في الدوري المصري اخبرنا بمباراة لا تنساها طبعا انت بتتكلم على الاهل كسب 49 والزمالك كسب 28 وحصل تعادل في 50 مباراة ده عدد المباريات ما بين الفريقين والاهل كسب كام والزمالك كسب كام طبعا بتتكلم يعني الاهل بيقترب ان يضاعف رقم الفوز على الزمالك اذاك 28 فالاهل لو ضاعف رقم 56 دلوقتي الاهل 49 بقرب اذن الله المباراة ممكن تكون الـ 50 بخلاف ان في 50 مباراة كان فيها تعادل ما بين الفريقين الاهلي سجل في الزمالك 167 هدف في الدوري دي مباراة الدوري بس والزمالك سجل في الاهلي 110 هدف طبعا فريق كبير جدا في الارقام كله لصالح النادي الاهلي طب اليوم السبب يتكلم على ان فيه خطوة من كولر بسبب ازمة مباراة القمة ايه الخطوة ان كولر خلاص ماتش القمة خلال ساعات هيبدأ يفكر في المباراة اللي بعدها فهيعمل رحلة استكشاف لفريق فاركو بمشاهدة مباراة المحلية الاخيرة طبعا هو الكلام ده تحسبا للمنافس اللي جايه ممكن يكون فاركو مش الزمالك لو الزمالك ملعبش بكرة يعني ما فيش حد بيحسبها كده يعني ما فيش حد بيحسبها بالشكل ده النهاردة راجل بيتضرب عشان ماتش الزمالك عامل خط عشان ماتش الزمالك هيدخل المعسكر عشان ماتش الزمالك بكرة هيستعد عشان ماتش الزمالك هيروح الملعب الزمالك جي اهلا وسهلا الزمالك انسحب ومجاش بعد الانسحاب الرسمي ده واحتساب المباراة ثلاث نقاط هبدأ أفكر بقى لماتش فارقه ولكن من اللي لدي هفكر في ماتش فارقه أنا أقول لكم الكلام ده مش حقيق طيب نروح لبعدي حساب المصر الرياضي فرمان جديد من الكابتن محمود الخطيب يحسن مصير علي معلول في الأهل كلام على فكرة إن سيتم التجديد لمعلول بغض النظر عن موعد عودته وإن الكابتن الخطيب طبقا لمصادر مصر الرياضي قالوا إن الكابتن بلغ شركة الكورة إن ملف عليه معلول معايا هجددله وأنا لا هتفي معا على التفاصيل يلا طيب نستنى نشوف اللي يحصل للفترة الجاية لكن بإذن الله ما فيش مشاكل في هذه الملفات وهتسمع أخبار بإذن الله جيدة في الفترة اللي جاية الوطن الرياضي الأهل يرفض طلب كولر بسبب الصفقات الجديدة ده الناس بتتكلم بقى دلوقتي عن إن كانوتين معروض من كولر والأهل رافض تواجد كانوتين ومش عايزين يجربوا نفس تجربة ويقرروا نفس تجربة مودست هو فيه وقت لو مناشت الكلام ده دلوقتي آخر اجتماع لو مناشت الكلام ده كان قبل استئناف الأهل للدوري فترة دي ما فيش اجتماعات فبالتالي الكلام ده دلوقتي حاليا ليس على طولة الاجتماعات وقلت لكم قبل كده خريطة الصفقات هتشهد اختلاف كبير عن اللي بتقروه وبتسمعوه وبتشوفوه آخر شهرين في البرامج وفي السوشيال ميديا وعبر حتى اليوتيوب ملعب القرار بقى وصير بيقوله ان فيه عرض سعودي لبير ستاو بمليوني دولار عن طريق زوجة موسيماني طبعا هي زوجة بيتسو موسيماني عندها شركة تسويق ولكن فكرة انها جايب عرض سعودي لبير ستاو الكلام ده مش مؤكد والأهل لم يقال ان فيه عرض رسمي تلقى بير ستاو زي ما كان بيتقال دايما ان فيه عرض لبير ستاو من كايزر تشيفز مرت الأيام وحضرت اعكدتهم ان ما فيه عرض رسمي من كايزر تشيفز للتعاقد مع بير ستاو ولكن هل هيبقى فيه عرض سعودي الله اعلم هل القيمة المالية ممكن تكون مليوني دولار اعتقد الاهلي لو جاي عرض بير ستاو هيكلم في ارقام اعلى من كده مش مليوني دولار او اتنين مليون دولار زي ما تكتب في بعض المصادر كرة بلاص النهاردة نقل تصريح لمحمد شريف مهاجم منتخبنا الوطني والخليج السعودي واللي قال فيها كلام سبق كولر قاله قبل كده قال كولر تمسك ببقايا في الاهلي وانا فاكر كولر في احدى حواراته الصحفية قال الكلام ده قال انا ما وفيتش على رحيل او ما طلبتش رحيل محمد شريف محمد شريف جاله عرض قعد معنا قال انا عايز اخوط التجربة عايز العب فكرة ان انا بشركش بشكل اساسي دي مش مريحاني فكولر ما كانش قادر يقف قدام رغبة شريف عشان كده فيه في النهاردة طلع يأكد كلام كولر وقال فعلا كولر تمسك ببقايا ولكن انا كنت عايز اخوط تجربة جديدة وعايز العب بشكل اساسي ده ترند الاهلي نروح للترند المحلي والكلام اللي بيثار في الصحة دلوقتي بقى كلام كتير واجتماعاته ربطة الاندية والكلام ده حيث هاب بطولات بيقوله احمد دياب بيقول سيكون هناك شكل جديد للمنظومة التحكمية والمسابقات في الموسم المقبل ولا داعي للكلام الذي يتردد عبر صفحات التواصل الاجتماعي هو بغض النظر عن التصريح السنة الجاية لازم وجوه جديدة مسابقات مختلفة نظام جديد تعينات جديدة ادارة مختلفة حكام مختلفة لجنة تحكيم بروفشنال بجد يعني بغض النظر عن صحة التصريحة وعدم صحة هي السنة الجاية لازم تنصف حمامك القديم يعني ما ينفعش بصراحة اللي احنا شايفيون الفترة حالية نستمر ديه في نفس الشكل طيب نروح بالجزء الاخير من الحلقة والسؤال اللي طرحناه في بداية البرنامج وكان سؤال مهم جدا على توقعاتك لماتش القمة ومين اللعب اللي ممكن يتقلق في هذا اللقاء داليا بتقول ان شاء الله نكسب 3-0 او 2-0 وطبعا النتيجة دي بسبب قلق من رعونة وتهون لعبتنا وحبهم في استعراض مهارته مش على طول يعني ماشي زي كده الجول اللي ضيعه كهرباء عشان عايش شكله يطلع حلو هي رسالة فيها نقد بس اتمنى يوصل بشكل ايجاب عشان يبقى فيه تركيز اكتر من اللعبة واكيد كل اراءة جمهورنا مهمة جدا نستعرضها لكل الناس رمضان بيقول باذن الله تعالى الاهل هيفوز 0-2 سواء تواجد الزمالك او لم يتواجد نروح لرأي تاني معنا وتوقعات اخرى عمر منصور بيقول ان شاء الله ثلاثية جديدة تخص سكولر باذن الله تعالى واتوقع تألخ الجميع خاصة امام عشور استاذ راتب بيقول مساء الخير استاذ محمد مساء الخير عليك فندم تحيات لحضرتك ولكل فريل اعداد اتوقع النتيجة 2-0 للآلي والاهداف كهرباء وامام عشور اخر تعليق معايا مروان مساء الخير على حضرتك في وسط هذا الضغط من مباريات على الآلي اللي لقب كتير من البطلات مثل كسعالم ودوري ابطال والسوبر مصر وافريقي ودوري لعب الاهل بشر ليسوا مكينات آلية تشتغل بالكهرباء فلو حضر الزمالك اتوقع فوز الآلي 0-4 امام عشور سيكون الأبرز يعني الناس شايفة ممكن امام عشور يكون ما نقف زماطش أو نجم هذا اللقاء عموما نتمنى ان نشاهد غدا مباراة فنية على ععلى مستوى ويكون الثلاث نقاط من نصيب النادي الآلي وفي الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة ونتمنى نكون قدمنا وجبة إخبارية دسمة وغدا بإذن الله تكون مباراة مهمة ويوم الأربع إن شاء الله نكون معاكم في حلقة جديدة من برنامج إلترين شكرا وإلى اللقاء